بلا شك بالنسبة لي أنا سندوشة لحم البطاطس من أفضل سندوشات لأنا أحب آكلها راح أحتاج نصف استكانة الزيت وبضيف عليهم فلاف حبات بصل بحمص البصل على النار متوسطة لأنه أخذ لون ذهبي شبه غامق يكون لونه مثل الكراميل وهم حاجة ما ترفعوا النار عشان ما يحترق البصل بسرعة تمام تمام يا حسن الحين في هالمرحلة بعد ما تكرمل البصل أضف 500 جرام لحم بقر وتحديدا جزء الكتف نحمص اللحم على نام متوسطة لأنه يتمرده داخل البصل داخل بره وفي شبه اللهو المهم معنا بعد ما تحمص بضيف حبة فلفلة كبيرة واحس سنثوم صغير وبضيف ملعقتين صغار بابريكا مدخنة أفات دخنية قليلة الأدب بضيف ملعقة صغيرة كاري وبضيف ملعقة صغيرة فلفل أسود وراح أحط عليهم ملعقة صغيرة فلفل أحمر وبختمها بملعقتين صغار كركم اللي كلكم بيعطينا لون حلو بدل ما لون اللحم لك أنا ما أدروا إيش بعد ما اتبت المكونات في اللحم راح أضيف فنتين طماطا مفرومة وعليهم شوية باقدونس وبعطيهم تقليبة سريعة وبعدين راح أضيف عليهم حبة بطاطس كبيرة وتكون البطاطسة مسلوقة وشبه من هرية يعني مستوية على الآخر نقلبهم نقلبهم في بعض بعد راح أضيف شوية ملح بعد ما أضفنا الملح سنعطيهم تقليبة سريعة وبس كده خلصنا وضفت عليهم شوية باقدونس عشان يعطيهم شوية طعام أحلى لا يحب يضيف باقدونس يضيف اللي ما يحب هو مع نفسه حر حين ناخدهم مرضي السامول ويا حالة السامول لما يكون توجيه من مخبز طري يعني واش أقول بصراحة ريحتها تضرف في الرأس ناخد الخاشق ونعبرنا شوية لحم وشوية فلفل أسود نعطيها شوية صاص أبوديش وما علي سمحوا لي لو كان صوت شوية في إزعار لأنه ياري فلونزا ويدور فيني يدور بأن أتكلم طبعا أكيد ما تحلل مع الجبن ونكبسها بالكباسة وبس وكده خلصنا بسم الله ما شاء الله بصراحة طعمها ولا غلطة علينا وعليكم بألف